لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد رئيس ظهر بهذه الطريقة إما أنه هناك ثاء قراءات أولا إما أنه قرار شخصي الرئيس أحس وشعر بأنه يجب أن يظهر كان معه ولد وقال يجيب الكاميرا صور حط في تويتر من دون عودة إلى الرئاسة ولا إلى مصالح ولا إلى الذين يتواجدون معه وواضح أنه لو كان هناك من يتواجد معه بحكم أنه رئيس جمهوريا وهو المؤكد بأنه لا يوجد معه أحد إلا ابنه حتى عبد الحفيظ علاهم من قبل قال يتواصل مع ابنه وكنا انتقدنا ذلك انتقاد كبير كيف رئيس جمهوريا مريض لا يوجد معه إلا ابنه والرئاسة الجمهورية إذا أراد تأخذ معلومات تأخذها من ابنه وبعد تلك الانتقادات راح عبد الحفيظ علاهم وكذب ونفى وأنكر ما قاله إلا روسيا اليوم عن طريق شريدة الوطن ليس هذا موضوع هذه قراءة وأنا أراها قراءة ضعيفة الرئيس كيف رئيس دولة يغيب كل هذه المدة يرح يجي يظهر عاية الولد وقوله شغل لي التليفون وصورني وحطه في تويتر لا لا يمكن أن تكون هذا تكون هذه الحالة في أمر آخر فقط أما الوضع العادي الرئيس رايح عندما حسب التعافي رايح أكيد رايكين السفارة الجزائرية هناك رهم المفروض رايح كان على الأقل مسؤولين يتابعون مباشرة موجودين في ألمانيا يتابعون الأمور يتصل بهم يقولهم حان وقت ظهوري هم يرتبون ظهور الرئيس إذن حكيت أنه مبادرة فردية مستبعدة إلا في حالة واحدة سنتحدثها الأمر الثاني والقراءة الثانية أن الرئيس غاضب أنه وصلته معلومات ما وأنا أقول بأنه تعالت في الأيام الأخيرة أصوات المطالبين بعزل الرئيس وتطبيق المادة ميوثنين وشغور المنصب لأنه قبل نهاية يجب أن يوقع القانون المالية والرئيس وضعه لا يسمح بالعودة هو بنفسه قال أسبوعين أو ثلاث أسبوع أسبوعين أو ثلاث أسابيع لم يحدد يعني الأمر مفتوح لو نديره ثلاث أسابيع معناها يرجع في جنح لو نديره أسبوعين يرجع في النهاية لا غير 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 ممكن غير ممكن إذن الحكاية أن الرئيس وصلته معلومات ما هناك معلومة شحيحة إلى حد ما أنه تم اجتماع صبيحة ثلاث عشر صبيحة ثلاث عشر في يوم ظهور الرئيس هناك اجتماع وهناك دفع يكاد يصل ربما إلى درجة الإجماع أنه يجب أن نذهب إلى المجلس الدستوري وهذا هي نفس الجهة التي عندما قلنا من قبل أنها تواصلت مع شخصيات معينة ما كنا نخبط خبط عشواء بينهم من الشخصيات التي تم التواصل معها هي التي سربت المعلومة نعم ولحاجة في نفسي عقوب لذلك أقول ربما الرئيس وصلته معلومة ربما الرئيس اطلع على الأوضاع وابنه حكاله شوف الرئاسة واش دارت رأيت عاملت معاك في نفس الوضع بتاع ابو تفليقة راه كذا 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 قال له شغل الكاميرا ونظهر لأنه ربما راه متواصل مع جهات معينة قالهم ليجب أن أظهر الآن بدأوا يماطلون أحس بأنهم يريدون من هذا الغموذ الذي يكتنف صحته أن هناك أمر ما يبيتونه لذلك أراد قطع كل هذا الطريق بهذا الظهور المفاجئ نعم أمر آخر أنه من المحتمل جدا أن يكون إعاز سريع من جهة ما في داخل الجزاء هذه الجهة ترفض ما يتم التحذير له من مرحلة انتقالية عزل الرئيس بسبب وضعه الصحي وشغور المنصب وما إلى ذلك أو عزو اتصلوا بالنجل وقالوا له يجب أن يظهر الرئيس سريعا لأن هناك مخطط فسارع الرئيس بهذا الظهور السريع والمرتجل وغير وما حذرنوش لاحظنا كيف يهدر دخول المدرسي الحمد لله كذا الحال الوضع للكورونا الحمد لله فقط ما قال شيك أنه وأنا قلت في المداخلة السابقة أن الرئيس ظهر من أجل أن يظهر ولكنه حاول أن يبين أنه يتابع أنه يمارس مهامه أنه لم ينقطع عن الجزائر ولا انقطع عن الرئاسة أن الذين يروجون بأن الرئيس انتهى راهم أخطأوا وأن الذين يخططون لعزله لا يمكن أبدا أن يمرروا مشروعهم أعتقد بأن قراءة هذه قوية جدا أنه هناك إعاز من الجزائر قالونه يجب أن يظهر سريعا بذلك لم يجدنا ابنه إلا تليفون تصويره وحطها في تويتر وبذلك أخلط عليهم كل الأوراق هناك أيضا قراءة أخرى أنه تم تصوير الرئيس وتم إرسال هذا الفيديو إلى الجهات المعنية في الرئاسة الجمهورية ولكن لم يتم بثه وأخبروه بأنه رفضوا بثه وقالولوا بأنه لا يمكن أبدا الظهور الآن وهو الذي رفضه فشعر الرئيس بأن هناك من يبيت له شيئا ما فطلب من ابنه نشره في تويتر هذه احتمال وارد واحتمال كبير أيضا أمر الآخر يحتمل أن القائمين على الأمر أرادوا أن يظهر الرئيس بهذه البساطة وبصفة عادية من أجل أن يظل الجد المثار هم يدركون أن ظهوره بهذه الطريقة سيفتح مجال للتشكيك في صحة الفيديو بأن الفيديو مزور وأنك أجهزة وبرامج خاصة تم إظهار الرئيس بهذه الطريقة حتى فقط ينهو الجدل حول غيابه وينهو المطالبات التي تتم حول تطبيق المادة اليوثنين وما إلى ذلك ممكن هذه قراءة إذن إخواني الكرام هذه بعض القراءات ولكن أنا أرجح شخصيا أن ظهور الرئيس بهذه العجلة وعلى هذه الصورة وبهذا المحتوى وما أورده من كلمات بخصوص الرسائل حقيقة أن هناك رسائل ما وراء الخطاب تؤكد بأن الرئيس أراد أن يجهض مشروعا من حيث مبدأ أيضا أؤكد على أن الفيديو صحيح وليس كما تدعي بعض الأطراف أنه مفبرك وأنه كذا وكذا الرئيس مريض مر بمحنة كبيرة وملامحه ووضعه أوحى ما كنا نقوله من قبل كنا نقول بأن الرئيس كان في غرفة الإنعاش وسافر بغيبوبة ولم يستفق من غيبوبته إلا بعد مدة وكان الحمع العظم كنا نقول دائما هذا الكلام والناس تكذب وتقول لا يا الرئيس بخير لا الرئيس لم يكن بخير وظهوره بهذه الصورة وملامحه أكدت بأنه لم يكن على خير أبدا مر بمرحلة صعبة واصلا إلى الموت تقريبا ولكن الظهور أوحى بأن الرجل الرجل أنه تعافى إلى حد ما كلام يستطيع يتكلم حقيقة لم يكن هناك عنده تركيز وهذا أمر طبيعي أمر آخر من بين القراءات والإحتمالات أنه أظهروه بهذه الطريقة أنه الرئيس ما يتحركش لأنه لو يروح له طاقم تلفزيوني ضروري يظهره يتحرك ضروري يظهره يحكم عن الناس على الأقل يظهر يمشي ولكن تفادوا هذا وأرادوه كأنه يتوجه بخطاب لأن هذا الخطاب لا يقتضي أنه يقف كذا وكذا وكذا فأرادوا أن يظهروه فقط بهذه الطريقة أولا لو مشات له كاميرا التلفزيون لازم تظهر في عدة وضعيات أخرى لذلك تفادوا هذا الأمر حتى لا يظهر الرئيس وهو عاجز عن المشي ولا يستطيع أن يقف وهذا من المحتمل ليس كما يقول بعض أنه أصيب بإعاقة أو بعجز كام وكذا وكذا طبيعي جدا أنه من مر بالمرحلة التي مر بها الرئيس يجب أن يكون عاجز ولا يمكن أن يقوى حتى على الوقوف وهذا طبيعي وهذه شاهدناها عند أشخاص نعرفهم أصيبوا بهذا الوباء إذن هذه من المحتمل جدا ولكن هذه القراءة كان من الممكن جدا أن يصور بكاميرا احترافية يعني إيش حال تسوى كاميرا؟ أنت عندك سفارة وعندها ميزانية ثم ما يقدرش الرئيس والد الرئيس ولا اللي معاه يقول لهم يجيبوا لي الآن كاميرا السفارات كلها عندها أجهزة تصوير يجيبوا له ويصوروه ويقوله بكاميرا احترافية وكذا وكذا ربما ظهوروا بالموبايل هذا ذكرنا بما حدث في تركيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما ظهر بتلك الطريقة وبذلك الموبايل من أجل إنقاذ الأوضاع من تلك المحاولة الإنقلابية يعني كأنه ظهر بهذه الطريقة ليرد شيء ما سيطاله هذا هو المحتمل أما أن يكون ظهوره فقط لأنه جالس ويخطب معناها أنه فقط حتى يذهب للشكوك وما يظهره وش يمشي أعتقد بأنه أمر يعني ممكن يكون ولكنه مستبعد إلى حد ما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله